في لعبة حصلت مبارح في مباراة الجونة والأهلي واللعبة دي كان عمادة سيد حارس مرمى الجونة واضح جداً أنه هو مش مركز فلعب ضربة المرمى مرتين لو في سن التركيز عند محمد شريف وعند حسام حسن زي ما كان وليد سليمان واخد باله منها كويس جداً ومركز بره الثمنتاشرة هو وقف قصدي بره الملعب وبيسخن وبيعمل حاملية الإحماء لو اللعيب أو المهاجم ضغط على حارس الجونة وحارس الجونة مسك الكرة بإيده هياخد قرط أحمر والطرد فهي تفاصيل صغيرة ممكن تكون موجودة في الماتش بس عايزة الحداشر اللاعب جوه الملعب تكون عينهم فسط رأسهم يكونوا مركزين جداً مركزين في استغلال النص فرصة مركزين في أخطاء المنافس ما أنت اللجوان ما بيجيش إلا من خطأ المنافس أنت بتلعب كويس وبتحاول توصل للمرمى لكن لازم يكون فيه خطأ للمنافس ضمكوا على الشاشة اللقطة دي هو لعبها وحسام حسن شاور طب اضغط يا حسام عليه أنت لو ضغطت عليه بدل ما يلعب الكرة كان ممكن يمسكها كان ممكن يضطرد لأنه بدليل أنه مش عايب في القانون أنه هو لعب الكرة مرتين بص لعبها أول مرة هنا كان لازم نعب مجونة يجي يستلمها ما سلمهاش لو حسام أو شريف ضغطوا عليه كان يبقى لمسكوا الكرة كان يضطرد هنا حسام حسن خد باله وشاور حتى للكابتن محمد عادل اضغط يا حسام عليه مش تشاور للحكم أنت لو ضغطت عليه ومسك الكرة هيدطرد التفاصيل الصغيرة دي بتثبت لك أنه ممكن يكون فيه جهات زهني اللعبة مش مركزة خبرة أو لعيب خبرة زي وليد سليمان وقف بره خد باله أنا أتمنى لفترة الجاية أشوف وليد سليمان في التشكيلة الأساسية أتمنى وليد أشوف في المرشاط الكتير الفترة اللي جاية المراحل دي عايزة لعيبة خبرة عايزة لعيبة خبرة ففرصة أن أنت الفترة الحالية بتفقد نقط أنك تركز في اللي جاية ترجمة نانسي قنقر